موسيقى أولا شكرا لموقع العمق المغربي على الدعوة واضح بأن ما صار 25 سنة فيه الكثير من المعطيات ولكن دعني أولا أضع هذه المعادلة قضية الصحراء المغربية تابت من توابط السياسة الخارجية المغربية إذا استعملنا هذه النظرية نظرية ما يسمى بالتوازن الشمولي وحاولنا أن نطبقها على 25 سنة سنلاحظ بأن انطلاقا من سنة 1990 تولي جلالة الملك للحكم في البداية كان الكثير ينظر أظن العشر سنوات الأولى كان الكثير يحاول أن يقارب السياسة الخارجية المغربية وطريقة تفاعلها مع الخارج أنا ذاك تم الحفاظ على توازن في قضية الصحراء المغربية ولم يكن المغرب يتفاعل كثيرا مع قضايا خارجية لماذا؟ لأن كانت المرحلة أنا ذاك هي البناء الداخلي لماذا؟ لأن العهد في المرحلة انطلاقا من سنة 1997 وقعت تحولات أولا على المستوى الداخلي وتحولات النظام الدولي وصانع القرار في السياسة الخارجية المغربية يفهموا بأنه لكي تكون قويا قوى إقليمية اليوم على المستوى الإقليمي وعلى المستوى القاري يجب أن يكون هناك داعم انطلاقا من الداخل وهو سياسات قوية على المستوى الداخلي تؤثر في السياسة الخارجية إذن طيلة عشر سنوات تم هذا البناء بعد تقريبا بعد عشر سنوات كان هناك انطلاق أخرى في السياسة الخارجية المغربية نجد المغربية تفاعل على المستوى الدولي حاضر بقوة يدافعا عن قضيته قضية الوحدة الترابية ويستعمل ما يمكن أن نسميه أن نضعه ما يسمى بالواقعية وهنا أصنفه ضمن الواقعية الجديدة هذا المصار بمعنى في البداية كان هناك تحول أعطانا اليوم نموذج المغرب كقوة إقليمية ولما أقول قوة إقليمية تؤثر في محيطها هناك مخاطر جديدة لها علاقات بمعنى فهمت جيدا ما يجري في النظام الدولي من تحولات ولهذا نجد علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا مع الصين هذا التحول فهمه المغرب جيدا وداخل هذه القراءة القراءة السياسة الخارجية المغربية التحولت هناك تحول لقضية المغربية انطلاقا من سنة 1999 إلى سنة 2007 كانت هناك تفكير لإعادة تغيير التوازنات في هذا الملف لأننا قد دخلنا مرحلة وقف إطلاق النار هذا الذي وقع مع الأمم المتحدة وليس مع البوليزاريو لأن البوليزاريو وقع مع الأمم المتحدة والمغرب وقع مع الأمم المتحدة وظهرت هذه المنامح في سنة 2007 سنة 2007 يقدم المغرب مقترح هو مقترح الحكم الداتي تغيرت الكثير من الأمور منذ سنة 2007 وإن كانت هناك محطات من سنة 2007 إلى حدود اليوم هناك تقريبا 20 قرار لمجلس الأمن نقرأها حسب محطات 2007 إلى حدود 2012 2012-2013 كان هناك مشكل وقع مع الولايات المتحدة الأمريكية مع حكومة أوباما الكل يتذكر كانت هناك مسودة كانت ستقدم لمجلس الأمن فيها الإشارة إلى قضية مراقبة حقوق الإنسان إلى غير ذلك وكانت هناك نوع من الواقعية من طرف المغرب وقف بشكل ندي ضد الولايات المتحدة الأمريكية نتذكر بأنه آنذاك ألغيت المناورات العسكرية في نهاية المطاف كان هناك تدخل للبنتاجون البنتاجون لأنه الذي يحدد السياسة الأمريكية تجاه المغرب هو البنتاجون المؤسسة العسكرية تم حل هذه الأزمة ودخلنا مرحلة أخرى انطلاقا من سنة 2013 بدأت تتغير حتى لغة مجلس الأمن أصبحت هناك فهم لدى صانعي القرار في مجلس الأمن نتيجة الحجج التي قدمها المغرب بأن الطرف المباشر في الملف هو الجزائر صار الملف بهذا الشكل في مرحلة معينة ستأتي الآلية آلية الموائد المستديرة بعد ذلك سنلاحظ بأن هناك تغير آخر في الايقاع هناك منهجية ديبلوماسية ملكية المغرب يقدم حجج يقدم مبادرات وهذه المنهجية أعطتنا نتيجة تعدد المصارات الديبلوماسية بمعنى لم تعود الديبلوماسية المغربية أخذت أنواع وفروع متعددة ديبلوماسية الأمنية ديبلوماسية ثقافية رياضية المهم كل يتذكر بأنه المغرب أصبح الكل يتحدث عن المغرب كان أعطي أمثلة في العديد من المحطات هذا كله خديمة القضية الوطنية لنصل اليوم إلى هذا العدد من الاعترافات هناك الاعتراف وهناك دعم السيادة وهناك فتح القنصليات هذا الجانب وفي الطرف الآخر لا نجد في الطرف الآخر نتحدث عن الخصوم تحدث عن الجزائر معناه أصبحت تدور في فراغ لم نسمع بدولة معينة مثلا نسمع فقط دول التي تسحب الاعتراف بالبوليزاريو والدول التي تدعم سيادة المغربية والدول التي تفتح القنصليات لدرجة أن الإشارات في القرارين الأخيرين لمجلس الأمن تبين بأن الملف على وشك أن يغلق نهائيا نجد عبارة تتردد كثيرا في قرارة مجلس الأمن وهي نزاع طال أمده بما الذي يقرأ القرارات القرارة للأخيرين يجد نوع من الصرعة حتى في تصريحات القادة الأمميين نوع من الصرعة من أجل طي هذا الملف لأنه لا يمكن للأمم المتحدة أن تستمر تقريبا لهذه المدة نصف قرن وهي تتداول في هذا النزاع أكثر من ذلك نتحدث عن قرارات مجلس الأمن وهذا إنجاج أنزاز كبير جدا للمغرب منذ سنة 2007 أنه قرارت كله عشرين قرار وهي تعيد هذه الجملة مقترح للحكم الداتي دون صداقية ودون جدية هذه إشارة موجهة إلى الأطراف الأخرى وأعتقد أن السلوكات الأخيرة التي تقوم بها الجزائر فهمت من خلالها أن الملف هو سيسحب من طرف الأمم سيسحب من مجلس الأمن لن يناقش وأن ديمستورا سيكون آخر مبعوث أممي ولأن القرار في نهاية المطاف نجد في نهاية القرار ماذا؟ نجد في نهاية القرار تمديد للبعثة الأممية هل سيستمر تبديد البعثة الأممية إلى الأبد؟ هذا جانب هذا علينا أنه نقاشات حول البعثات الأممية كلها في المغرب إذن من هذه الزاوية أعتقد أن هناك نجاحات كبرى بحجج تغيرت اللغة تغير النقاش وهذا القضية الصحراء المغربية كان لها دور كبير على مستوى منظومة السياسة الخارجية لماذا؟ لأنها زعلت المغرب أولا دائما واقعي حذر دائما واقعي وحذر ويدهب إلى كل مناطق العالم من أجل المرافعة عن قضيته تغيرت الكثير من الأمور مثلا على مستوى النقاشات لم يعود هناك حديث عن الاستفتاء انتهت هذه الأسطورة لم يعود هناك أصبح بالنسبة للنقاش مع الجزائريين ومع البوليزاريو لم يعودوا يتحدثون التوصية 15-14 والتوصية 26-25 كل هذه الأمور تقريبا تغير النقاش كله وجربوا الكثير من المعادلات والكثير من المناورات ثم هناك تراكم آخر كما قلت الاعترافات ثم دعم السيادة مثلا فرصة دعمت تقول دعمت السيادة المغربية فتح القنصلية هو تطور في القانون الدولي تطور في القانون الدولي معناه أنه بعد 25 سنة لدينا سياسة خارجية جعلت المغرب قوة إقليمية لدينا تابت من التوابت الكبرى وهي الخطاب الملكي النظارات التي ينظر من خلالها المغرب إلى العالم وهي قضية الصحراء المغرب واقعي دخل في ندية مع الأوروبيين حول قضية الصحراء استطاع أن يلعب جيدا قضية التحالفات وهي أن الدول الذكية تعرف متى تبرم تحالفات وهنا أذهب إلى التحالف التولاتي مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مع إسرائيل استطاع أن يحافظ على علاقاته مع الدول العربية استطاع أن يغير منظور داخل الاتحاد الأفريقي مثلا آخر لقاء في الأيام الماضية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمان العامة للأمم المتحدة لم يتناول نهائيا قضية الصحراء لأول مرة وحتى النقاش داخل الاتحاد الأفريقي هو قد تغير أولا كما قلت في البداية يجب أن ننتبه جيدا مسألة لما تذهب إلى العالم بالسياسة الخارجية لا يمكن أن تذهب إلى العالم وأنت فارخ هذا ما يقع للجزائر المغرب ذهب إلى العالم بسياسات مثلا ذهب إلى إفريقيا إلى غرب إفريقيا ذهب إلى منطقة السحل ذهب إلى شرق إفريقيا ذهب إلى مجموعة من دول العالم يذهب بسياسات عمومية وسياسات عامة تجربه على المستوى الداخلي هنا إذن أنا استطاع أن يصل مثلا نعطي مثال بسيط تحول الذي جرى في تقريبا لدى مجموعة الدول النوردية وهي دول الشمال الأوروبي دول الشمال الأوروبي فهمت مسألة أتحدث هنا عن فنلندا وعن الدارمارك فهمت بأن المغرب يغير هو يبني منطقة مجال حيوي جديد هو منطقة المحيط الأطلسي أن المغرب بنى أو يبني منذ سنوات مشروع أنبوب القاز نيجيريا المغرب نحو أوروبا هذه العناصر كلها تجعل الدول تغير معنا الاقتصادي أتحدث هنا على الاقتصادي يغير نظرة الكثير من الدول لأنه لا يمكن أن تذهب إلى الدول هذه العلاقة الدولية مبنية على الاقتصاد معروفة هذا المسألة وعلى المصالح العليا إذن الدول الآن بدأت تفكر في مصالحها العليا وتقول بأن هناك دولة هي فاعل المغرب قوة إقليمية فاعل في محيطه أحدث تكامل مع إسبانيا أحدث استطاع أن يحلي تتحول في موقف فرنسا له امتدادات على مستوى علاقته مع غرب إفريقيا استطاع أن ينظر نظرة إلى دول السحل له قوة في علاقته مع وثقة وصورة في علاقته مع الدول الإفريقية ودول أسيوية لديه قائد الذي هو جلالة الملك أنه له صورة جيدة على مستوى العالم المغرب له مصداقية إذن الدول بدأت تغير لأنه لا يمكن مثلا الدول هناك الطرفين هناك الجزائر والمغرب السؤال الذي يطرح هل يمكن لهذه الدول أن تغامر في علاقتها مع الجزائر نعطيك مثال فقط الحلف الأطلسي الحلف الأطلسي أعد وثقة منذ سنتين تقريبا يتحدث مع الدول الأوروبية ويحذرها من الجزائر لماذا؟ لأن الجزائر ارتكبت أخطاء إذا كان المغرب يقدم مبادرات ويفتح المجال للعالم مثلا في هذا المجال الذي تحدثنا عليه الأطلسي ويدخل دول في منطقة مضطربة فهناك تحذير للحلف الأطلسي من الجزائر يقول بأنها استعملت الغاز بطريقة عدائية لما استعملت الغاز مع المغرب ومع إسبانيا إذن الدول هنا هذا الاختراق فيه أولا منهجية ديبلوماسية فيه منهجية جلالة الملك فيه طاقم ديبلوماسي متدرب وهنا إذا عدنا إلى المحطات الأولى الخطابات الملكية كان هناك تركيز على إعداد الموارد البشرية في ديبلوماسية النتائج موجودة اليوم ثم فيه جانب آخر وهو جانب المخابرات الداخلية والخارجية اليوم لدينا ديبلوماسية الأمنية هذه التقى هذا النوع من ديبلوماسية وضفه المغرب هذه أركان هي التي تشرح طريقة الإختراق وطريقة أنه كيف تم اختراق مناطق كثيرة وكيف أن هناك طلب على المغرب وطلب على التعاون مع المغرب نتحدث عن معادلة ديبلوماسية الحزم داخلها منهجية في العمل ديبلوماسي ولكن هذه المنهجية وهذه المعادلة لما شعر المغرب بأنه تحول إلى قوة إقليمية وهذا بناء لما نقول قوة إقليمية بمعناها تكون قادر على رسم قواعد اللعبة داخل المحيط كانت هناك الكثير من الإكرهات تحولت على مستوى النظام الدولي جعلت المغرب يلتقطها جيدا وينوع الشركة هناك وضع إقليمي مضطرب وهنا يجب أن نتفق أن الموقع الجغرافي للمغرب الموقع الجغرافي تم توظيفه سياسيا واستثماره سياسيا ولعب دور كبير على مستوى كل هذه المعادلات موقف لما نقول ديبلوماسية الحزم بأنه في مرحلة معينة شعر المغرب بأنه يضع العالم أمام خيارين إذا أردت أن تتعامل مع المغرب يجب أن يكون هناك موقف إيجابي من قضية صحراء المغربية العالم فهم هذه المسألة كان هناك صدام مع ألمانيا كان هناك صدام مع إسبانيا وكان هناك صدام مع فرنسا 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 مثلا إذا أخذنا هذه المسألة فرنسا فرنسا فهمت ماكرون في البداية تحالف مع الجزائر أضاع غرب إفريقيا وأضاع منطقة الساحل وبدأت كتابات من داخل فرنسا تقول بأن الجزائر ستكون هي سبب نهاية الجمهورية الخامسة تم إنقاذها في آخر لحظة هذه نتيجة لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يحافظ على التوازن ففهم هذه المسألة لأن الكثير لا يعرف بأن السرع كان اقتصادي بين الشركات المغربية والشركات الفرنسية في غرب إفريقيا الكثير من الشركات المغربية حلت محل الشركات الفرنسية إذن هذه كلها عوامل جعلت الفرنسيين الآن يغيرون موقفهم مضطرين مضطرين بمعنى ليس هناك خيار أنا أعرف فرنسا جيدا تعريف المنطقة جيدا فهي فهمت بأن استمرار التوتر مع المغرب في خسائر فاستطعت أن تتخذ هذا الموقف الذي هو موقف يضعف إن لم نقول بأنه يقود إلى انهيار النظام العسكري في الجزائر لأن هذه فرنسا تملك أولا موجودة داخل مجلس الأمن فرنسا لها الأرشيف تعريف جيدا بأن قضية الصحراء المغربية سببها سببها هو الصحراء الشرقية المحتلة تعريف فرنسا جيدا هذه المسألة يعني لنرجعنا الحرب 1863 أن المغرب لما أعلنت لما كان استفتاء دي الجزائر أن المغرب أراد أن يغير أن يغير التوازنات عن طريق ماذا عن طريق المطالبة بحدوده التاريخية فوقعت هذه الحرب وفرنسا تملك كل هذا الأرشيف وفرنسا هي التي دفعت أنا ذاك دفعت الجزائرين الحرب مع المغرب 1963 إذن هنا لماذا نتطور إلى حولنا نرجع التاريخ السياسة الخارجية المغربية في مرحلة معينة كان يجب أن يكون هذه المعادة دبلوماسية الحزم لا يمكن أن يستمر هذا النزاع إلى الأبد خاصة أن متغيرات كثيرا طرأت وفهم العالم بأن الصراع بين المغرب والجزائر وأن الجزائر تريد منفذ على المحيط الأطلسي وأنها تريد تجزئة المملكة المغربية فهم هذه الأمور ثم وقعت راكم داخل مجلس أم جاء هذا الخطاب بمعنى أنه إما أن تكون مع المغرب وصحرائه وإما أنه لن تكون هناك علاقة ولا أعتقد بأن دولة دولة إذا لم تكن تشعر بأنها قوة إقليمية قادرة على تغيير المعادلات أن تتخذ هذا الموقف وتجعل هذا الشعار هذا أو هذه المعادلة الدبلوماسية أولا عودة المغرب وإذا عودنا إلى الوطائق ليس ما يدعه أحيانا الإعلام الجزائري بطريقة خطئة إذا قرأنا أولا هناك دول لم تكن تريد عودة المغرب هناك دول بمعنى أنها حاولت أن تضع عرقيل لما نجد الوطيقة التي وافقت فيها الدول ووضعت شروط ما هو الشرط الذي وضعته الجزائر الشرط هو أن يعترف المغرب بالحدود الموروطة على الاستعمار لم ينتبه إليها الكثيرون معنى هذا أن الجزائر هي كانت تريد فقط هنا فهم الكثيرون بأن المشكلة كلهم مرتبطة بقضية الحدود وقضية سعراء الشرقية وكيف صنع هذا الكيان إلى غير ذلك هذا والشرط الذي كان لدى الجزائر الشرط الأول عاد المغرب عاد المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ماذا وقع ستلاحظ بأنه تقلصت الصراعات داخل الاتحاد الأفريقي تغيرت منهجية الاشتغال داخل الاتحاد الأفريقي أصبح الاتحاد الأفريقي مثلا يشتغل على منظومة سياسات عامة للدول طرح قضايا أخرى قضية المناخ قضية الهجرة بات المغرب يخاطب المجتمع الدولي بهذه القضايا ولو أن هناك نزاعات موجودة ولكن يتقلصت حتى النقاش داخل تغيرت الكثير من الهياكل داخل الاتحاد تغيرت عمل مجلس السلم والأمن الذي ترأسه المغرب في مرحلة معينة تم عزل دول التي هي مناوئة المغرب وبقاتل الآن الجزائر وجنوب إفريقيا ثم تأثيرت فيما بعد تأثيرت فيما بعد مثلا العلاقة مع الدول الإفريقية وصلنا إلى شرق إفريقيا مسألة أخرى وهي هذا النوع من المنتديات المنتدى الإفريقي مثلا الياباني لاحظنا بأنه ما وقع البوليزاريو كيف أصبحت الجزائر تريد إدخاله بطرق ملتوية ما وقع في الصين لما أخرجت الورقة بأنه لا تعترف بكيانات وهمية هنا بدأت محنة البوليزاريو وأعتقد بأن المغرب قام بما يمكن أن نسميه بالتحوية استراتيجي للبوليزاريو وهنا أنه الآن لديه القدرة على طرح قضية تغيير المتاق للاتحاد الإفريقي تغييره ومن ثمة يمكن طرد البوليزاريو يعتقد بأن هذه المسألة قادمة وتشعر بها الجزائر في سنة 2018 بعد عودة المغرب تقريبا بمدة وجيزة كتب رمضان العمامرة رسالة إلى وزيرة الخارجية لجنوب إفريقيا يطلب منها الإنقاذ ومساعدة الجزائر وكيال البوليزاريو يقول بأنه لا أحد أصبح يسمعهم داخل إفريقيا ولا أحد يسمعهم على مستوى العالم طلب هذه المسألة دعني هنا نرجع للخطابات الملكية إذا قمنا بتحليل المضمون سنجد كثير من الإشارات تبين بأنه كانت هنا كما يسمى بالمغرب اليوم يتوفر على ما نسميه بالاستراتيجية الكبرى رؤية بعيدة لمدى هذا المفهوم ومتداول في الكتابات الأمريكية الاستراتيجية الكبرى أولا سنجد في الخطابات إشارة إلى تهيئ المغرب ككل لكي يكون بوابة العالم نحو إفريقيا وكانت إشارة مثلا إلى قطب المالي للدار البيضاء ثم جاءت كان هناك أيضا مقترح الحكم الذاتي النموذج التنموي تحرير معبر القرقالات بداية الاشتغال على المشروع المشروع الأونبوب القاز نيجيريا المغرب أوروبا المبادرة الأطلسية وولوج دول السحل هذا يبين بأن هناك خطوات مضبوطة وأن هناك استراتيجية كبرى لتغيير المنطقة واليوم نتحدث عن مشاريع قادمة منها الميناء الأطلسي لدينا الميناء المتوسطي الذي هو حسب آخر تصنيفات بأنه رقم 19 عالميا وقادم أكثر ثم لدينا الميناء الأطلسي الذي سيكون أيضا سيخلق تحول في المنطقة الأقاليم الجنوبية الذي زار الأقاليم الجنوبية المغربية سيلاحظ بأنها باتت أحسن من كثير من العواصم العواصم الإفريقية والمدن الإفريقية الكبرى مثلا إلا أخذينا العيون فهي مدينة كبيرة جدا بمعالم حضارية هي أحسن من كثير من المدن الإفريقية حتى لما تحدث عن إفريقيا عادة المدن التي تكون كبيرة في إفريقيا هي العواصم مثلا إلا أخذينا الدخلة أو أخذنا العيون سنجد بأنها أحسن من كثير من المدن الإفريقية ثم أنها أحسن من كثير من المدن الجزائرية لا أبلغ إذا قلت بأن العيون أحسن من وراء العيون تضاهي من ناحية الإنجازات الجزائر العاصمة بمعنى أنها جزائر العاصمة المعالم التي تركتها فرنسا أحسن من عن نبا أتحدث هنا عن شمال وليس عن الجنوب إذن هنا هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة كل مشاريع لأن المغرب قدم مؤشرات على مستوى الاستثمارات التي قامت بها الدولة في المناطق الجنوبية كان هذا كله من أجل تهيئ هذه المنطقة واللحظة هنا بأننا أصبحنا في المغرب كانت تحت على الشمال ونتحدث عن الوسط الوسط هو أقادير الوسط هو أقادير ونتحدث عن الجنوب مثال فقط الطرق السيارة التي ستصل الآن إنجاز يصل إلى الدخلة مثلا هنا قيمة الطريق السيارة على مستوى التحولات على مستوى الاستثمارات ولاحظنا بأن الجزائر بدأت تقوم بعملية معينة خلق ما يسمى بمعابر وهمية تتحدث عن معابر وهمية منها المعبار مع موريطانيا وغيرها غير موجود لأن هناك فقط طريق فريمال هنا المستثمر الأوروبي لما يأتي من إيطاليا هو يأتي من إيطاليا يقطع أوروبا يصل إلى إسبانيا سيدخل عبر طنجة ويمكن أن يصل إلى الدخلة هذا أسهل طريق الآن اللحظة هنا كيف يمكن أن نقرأ تحول لدار المغرب من خلال فقط أنا أخذي تغير مؤشير وهو الطرق السيارة طرق السيارة لأنجز المغرب في واحد المرحلة ديال تقريبا يمكن أن نأخذه العشرين سنة الأخيرة فقط عشرين سنة إنجازات كبيرة جدا إذن هناك بنيات هي التي باتت عنصر استخطاب لأن هذا الرأسمال العالمي والاقتصاد العالمي هو يبحث عن مناطق أولا أن تكون مستقرة مناطق آمنة مناطق يمكن أن يكون فيها نوع من الربح والمغرب بنا منذ البداية علاقته مع الدول مع كل دول علاقة ديك المعادلة ديال رابح رابح لم يستطع دولة أخرى أن تنجزها كي صعوبة عند دولة أخرى في إنجازها أولا غير فقط القراءة هنا ننظر داخل تركيبة مجلس الأمن أولا هناك اعتراف أمريكي الذي هو مسجل في السجل الفيدرالي هناك الآن اعتراف لا نقول أكثر من اعتراف وهو دعم السيادة بالنسبة لفرنسا ولكن ننتظر ننتظر فرنسا كيف ستوظفها دوليا وخاصة في النقاش القادم أكتوبر القادم داخل مجلس الأمن هناك موقف صيني واضح الآن الصين نعرف الصين كما تصفها هيلاري كلينطون في شهادتها بأنها المجاري المجهولة لا تعرف إلى أين تصل الصين تشتغل على الاقتصاد الصين الآن استثمارتها موجودة في الأقاليم الجنوبية وهذا نوع من الاعتراف بالاعتراف انطلاقا من سلوكات في المجال الاقتصادي التي هي استثمارات ثم هناك روسيا رغم الحرب الموجودة ورغم ضغوطات أمريكية استطاع المغرب أن يحافظ على علاقات متوازنة مع روسيا الطائرات الروسية تصل إلى المطارات المغربية وموقف المغرب من الصراع ظل متوازنا هناك بريطانيا التي يفكر فيها المغرب وهي تفكر في المغرب اليوم كقطب مستقل عن أوروبا لها نفس الاحتياجات للموجودة أوروبا خاصة في مجال الطاقة وفي المجال دي الأمن الغدائي وهي متوقع أن هذه العوامل ستدفعها إلى تغيير موقفها وكان هناك موقف لمحكمة لندن منذ البداية الذي رفض دعوة رفعتها جمعية مقربة من الجزائر البوليزاريو إذن هذه التركيبة داخل مجلس الأمن أولا كتساعد على أن الملف سيحسن الآن دور فرنسا هذه فرنسا أولا علاقتها بالمنطقة المغربية علاقتها بالجزائر لأننا ننسى بأن هذه ضربة كبيرة للجزائر لم تستطيع جزائر أن تستطيعها إلى حد الآن الجزائر لا تعرف كيف ستتعامل مع فرنسا بعد هذا الموقف وهناك من يتحدث على أن فرنسا بدأت تفرد شروطها على تبون كان هناك زيارة خاصة التي قامت بها مسؤولة مستشارة خاصة للرئيس الفرنسي ماكرون إلى الجزائر وطرحت قضية إمكانية أنا ذاك كانت الفوضى المتعلقة بنتائج انتخابات انتخابات الرئاسية طرحت إمكانية تحريك لجنة تحقيق من داخل مجلس أمن حول انتخابات الرئاسية الجزائرية وهذا فرنسا أنها فرضت مجموعة من المواقف على مستوى طريقة تعامل شركتها على مستوى الطاقة الجزائرية وأيضا الموقف هذا الموقف الذي هو موقف الاحتجاجي للجزائر حول موقف فرنسا من قضية سحراء المغربية كل هذه المسائل هي حسيمة إذا نتوقع أن هناك تحول سيحدثه الموقف الفرنسي بدأ داخل أوروبا والآن تأثير اختراق داخل المنطقة المغربية اختراق للجزائر وهناك جناح في الجزائر بدأ يعرف جيدا ماذا سيقع إذا حسيم ملف الصحراء المغربية بطريقة نهائية لماذا؟ لأنه إذا حسيم معناه هذا أن ما بنته النظام العسكري ما حكم بجزائرين الذي وقضية صحراء قد انتهى ماذا سيقول للجزائرين الآن الاختبار سيكون لفرنسا في لحظة النقاش داخل مجلس الأمن فرنسا أندك ستخبر مجلس الأمن بأنها دعمت سيادة المغربية هذا جانب ثم اختبار أيضا داخل اتحاد الأوروبي واختبار أيضا داخل البرلمان الأوروبي هذا هو الاختبارات القادمة فرنسا انتخذت القرار دعم السيادة المغربية بمعنى شيء أكثر من الاعتراف ولكن نراقب نراقب ونراقب الموقف الفرنسي كيف سيكون في تدخل تدخل السفير الفرنسي داخل مجلس أمن ماذا سيقول قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر